هذا الدين مبني على التجديد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها وطالما هذا الدين مبني على التجديد يعني هل مبني على التجديد يا مولانا يتغير يعني إعادة الترح وإعادة التعريف وإعادة الفهوم هذا الكلام مهم جدا وسوف نكتشف الآن من خلال حوارنا في القضية التي سنة تناولها جميل بعد دقائق معدودات وبالتالي هناك أمور كثيرة جدا تتغير في الفقه لا أقول في الشرع الشرع ثابت والفقه متحرك الشرع لا يتغير الفقه يتغير وعنده مرونة مع المستجدات الحاجات التي تطلع الجديدة والأحداث والأحوال والأشخاص أحسن الله ليه وبالتالي الفرق إيه بين الشرع والفقه الشرع هو النص من الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه النص النص ده اللي هو النص الشرع اللي هو ده الشرع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الفقه وحي المثل القرآن الكريم والوحي المروي السنة النبوية المطهرة فتح عليك آمين الحقيقة فعلا هو كلامك زي ما أنت ما قلت قلتلي بقى ده اسمه النص الشرعي أما أسأل واحد أو ابني يسألني إيه يا بقى يا بقى النص الشرعي يقول له قال الله قال رسول الله أيوة كده قلتلي بقى في حاجة تانية اسمها حاجة فقهية النص الفقهي بقى ايه أو الفهم الفقهي فهم الفقهي هو مرتآه المفسر أو الفقيه من أو المكتهد بقى المكتهد يعني من كلام الله ورسوله حلو يعني ليس بالضرورة أن تتطابق وجهة نظر العلماء في فهم نص ما يعني قال الله فنلاقي واحد فهمه بطريقة واحد فهمه بطريقة تانية وعشان كده إنتوا لو تلاحظوا إحنا عندنا كم قرآن يا سيدنا واحد قرآن واحد ورغم ذلك عندنا كم تفسير تفاة مئات يعني ده أنا سمعت أنه وصل إلى ربع مليون تفسير طي تمام يعني كأنه عدد مص مليون ربع مليون دي كم دماء عدد موضوع بكتير يعني أنا بتاع نص مليون دلوقت معنى ذلك أنه أنا عندي مئتين وخمسين ألف فهم مختلف للقرآن الكريم نعم اتفقوا على الثوابت واختلفوا في فروع تتجدد من الزمان والمكان الله يفتع عليك يبقى إذن نحن في نص الشرع عرفنا نعم والنص الفقه عرفنا يبقى النص الفقه هو فهم الرجال طيب هناك من يظن نعم أنه نحن عندنا الفقه على المذاهب الأربعة وقفلنا الباب على كده خلاص هو المذاهب أنت مين أنت يا ابن تروح فين جنب أبو حنيفة رضي الله عنه أو جنب مالك بتقالينا الكلام ده نعم هل فيه اكتهاد غير اكتهاد الأئمة طبعا طبعا فيه اكتهاد أبو داود الزهير اكتهاد الزهرية فيه اكتهاد الزيدية في اكتهاد الشيعة 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 والجعفر الصادق والحجر العسقلين وأئمة وفقهاء المدينة السابعة رضي الله عنه ورده حتى فقهاء المذهب الشيعة ممكن تاخد رأي من عندهم طبعا طبعا ما هاخد بالك احنا نختلف مع الشيعة في الرؤية العقدية في بعض الأمور إنما لا نختلف الرؤية الفقهية في كثير من الأمور فبتجد إن هناك تشابه أو تتربق ما بين الرؤية الشيعية والرؤية السنية في 80% من الأمور الفقهية طب هسأل الشيخ خالد الجندي سؤال في الجزئية دي الشيخ خالد الجندي درس في الأزهر الشريف هذه المذاهب طلع رأي دلوقتي مستحدث أو رأي فيه فقيه كده مجتهد أن طلع رأي ربما هذا الرأي خالف الأم الأربعة ممكن تاخد بيه وتخالف الأم الأربعة ده بيتوقف على إجابتك لسؤالي هل الدين انتهى بما اجتهد فيه الأم الأربعة لا الاجتهد مفتوح لحد يوم القيامة فين بقى اليوم القيامة وإحنا كل واحد ما اجتهد في حاجة نقوله أنت مبتدع من سبقها بهذا من سبقها بهذا بتأتي بكلام لم يأتي به الأولون فإحنا بنتشكك دائما في أي اجتهاد وبنتهم صاحبه في دينه وفي عرضه وفي عقله ونتهمه أنه هو يمالئ السلطان طارة أو يمالئ الأمم المتحدة طارة أخرى أو يمالئ الصهيينة أو هذا لذلك أي واحد هجاص أي واحد إيه؟ أقول أي واحد هجاص كل ما تطارد عليه مسألة في بعض البرامج رح تقول لأيونك إيه؟ إحنا هل تأتونا بدين جديد؟ كده الكلمة دين جديد هو باعتبار أن في حد مقتهد وهو فاشل عاجز عن الاجتهاد يتهم غيره بأنه بيجيب دين جديد والاجتهاد يا سيدنا يقرب ما بين النصوص وما بين الواقع لو توقف الاجتهاد الفجوة تتسع فالاجتهاد لا بد أن يكون مستمرا يعني النص مش حابقا مطابق للواقع خلاص؟ مزبوط لو توقف الاجتهاد كيف أطابق النص مع الواقع والاجتهاد أصلا هو عبارة عن اعمال العقل في فهم النص ولذلك هناك فرق بين النص والتراث النص مقدس التراث غير مقدس النص يخطئ ويصيب إنما التراث لا التراث يخطئ ويصيب إنما النص لا النص لا يخطئ طبعا النص قال الله قال رسوله إنما التراث قال فلان قال الشيخ فلان قال الإمام العالم يؤخذ منه ويرد يبا كلما جد واقع جديد احتجنا إلى فقه جديد إلى فقه جديد وتقولوا لي الجملة دي صح ولا خطأ احنا بنتكلم يا جماعة بمنتهى الأرياحية والصراع عشان حتى ننقل الفقه ده لولدنا يقولك احنا بنفهم الدين بفهم سلف الأمة ايه يعني انا عايزة جفلة دي اظن انت سمعتها من قبل كثيرا كثيرا بنسمعها كثيرا يقولك انت ايه يا ابن ده بفهم سلف الأمة يعني انا عايز هو يقولك الآية دية رضي الله عن عبدالله ابن مسعود فهمها ازاي بأنت لازم تفهمها بنفس الفهم ده فلان الفلاني من التابعين فهمها محمد بن الحنفية فهمها ازاي بأنت لازم تفهمها اقولك ما في هذا القول من مفارقة كوميدية يلا الانسان فيه أعضاء كثيرة الواحد ممكن يمسك نفسه عن دخول التوالد صح؟ صح اه لحد معين يعني يبقى يمسك نفسه حد ما يوصل بيتهم تمام يقدر انسان العادي زو الصحة العادية تمام الانسان يقدر يمسك ايديه عن البطش بالاخرين او ان تمتد لما يمتلكوا الاخرون يقدر الانسان يقدر يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة الانسان يقدر يمسك ودنه وحط فيها حاجة عشان ما يسمعش صحيح الانسان يقدر يغمض عنيه عشان ما يشوفش صحيح انت مخك واقف على ما قاله السلف ازاي يعني اه شفت بقى الكارثة عشان تارف انهم مهجصين هو يقولك انت مخك اللي يقولوا السلف بس هو فكر بطريقتهم فكر باللي بيقولوه فبتكون النتيجة سلف السلف دول بنقول عنهم الاول قبل ما نتكلم عن السلف رضي الله عنهم وارضاهم وحشرنا معهم في جنة الله اللهم